اشتركوا في القناة موجود القمر في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح الا للاشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والاورام وغيرها ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد طبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة السبعة وتمان دقائق من مساء اليوم الاربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر الان موجود في برج الجوزاء وبما انه موجود في برج الجوزاء معناته مناخذ من صفات برج الجوزاء ومنتأثر بصفات برج الجوزاء جميع الابراج ففي هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا لم اثره خلال فترة هاي هي طبعا الزاوية الاولى اللي هي زاوية التثليت ايجابية بين المريخ وبين اورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم 11-2 طبعا هاي الزاوية بتكسبنا الشجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي طبعا راح تظل مستمرة لغاية يوم 14-2 بتزيد من حدة الذهن عندنا او الحدث او التفكير وحسنا النقدي وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا والنجاح بمشاريع او اتخاذ قرارات لازمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين المشتري وبين اورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم 5-3 بتعزز لدينا قوة الحدث خصوصا في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين والزملاء اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزواية البطيئة هي زاوية اقتران ممتزجة بين الزهرة وبين المريخ وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم 17-3 بيسود جوعا من الود فبتسهل علينا اتفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات العاطفية اما سلبيتها اللي هي انه اكثر المتضررين هم المتزوجون اللي علاقاتهم ضعيفة لانها هاي بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع يعني سلبية اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل مع القمر في عنا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 5.28 دقيقة صباحا طبعا تأثيراتها من ساعات منتصف الليل لغاية ساعات العصر تقريبا يجب توخي الحذر ممن يحاول واستغلال طيبتنا وكرمنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة 8.19 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي تأثيراتها بتصير من ساعات العصر بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي أكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وانبيب الشعب الهوائية الريئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية وطبعا نظام التبادل أصبحت هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية الآن عشان هيك بتكون توفروا لها العناية الإضافية واللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي بدو يراجع الطبيب طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية ما في أي مشاكل والأمور إن شاء الله يتمشي على خير طبعا يوم مناسب لعملية التجميل مثل الحقن ومثل الجراحة ما زالت الأجواء أنه لا يصلح لإزارة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلادي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم مناسب جدا مع أخذ بعين الاعتبار أنه ممكن يصير بعض الأعراض من المطعوم فعشان هيك يفضل أخذ بندول كل 6 ساعات وبرضو في نفس اللحظة إذا كان فيه آلام مكان اللقاح اللي هو البندول بيخفف الآلام ولكن ممكن تحتاجه لكريم فوسدين على أساس أنه مضاد التهابات بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء كله المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 11-2 بيبدأ فيه تمام الساعة 8 و22 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و26 دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب 10 أيام فيه تمام الساعة 9 و11 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بيصير 11 يوم يعني بيصير نسبته تقريبا نسبة الإضاءة 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 18-2 الآن منتحسي بنسبة 25% مع ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة 5% القمر في الجوزاء حتى يوم 11-2 الآن سعيد بنسبة 15% ولكن مع ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة 15% عطارد في الجدي حتى يوم 14-2 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 15% المريخ الجدي حتى يوم 6-3 سعيد بنسبة 60% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 ممتحس بنسبة 10% قرانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة للقمر استقروا الآن في البيت الثالث لا لكم فعشان هيك اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والانتصالات بتقدروا اليوم تفوضوا بثقة وجراءة وبتقدروا تحاول أو تقدروا تدافعوا عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بدكوا تتجنبوا الكلام اللاذع ممكن أنه شوي ما ترتاح من كثافة الأعمال الموكلة لإلك فعشان هيك بدك تباكر لعملك فحاول أنك ما تعرض نفسك للإرهاق اليوم تتميز أنت بنشاط عالي وممكن تسمع جوابه بيعجبك أهم شي برضو أنك ما تبالك بمصاريفك وانتبه أثناء قيادة السيارة الأجواء جيدة ومنتازة جدا وفيها كثير من الأحداث اللي لصالحك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور القمر استقر في البيت الثاني لإلكم فعشان هيك بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بضبط الميزانية فعشان هيك بتكوا تتجنبوا النفقات اليوم قدر الإمكان ممكن اليوم يصير بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات إبات نوع من أنواع الدعم وبتهتموا لوضعكم المالية أكثر ممكن تخذوا تجربة مهمة بتمتحن موقعكم وخضراتكم أهم شيء ما تجزفوا بأموالكم بمصاريف ماء الهداعي أو باستقرار وضعك المالي فعشان هيك بدك تتريث حتى تتوضح الأمور ما تبالغ بمصاريفك احذر من المنافقين واللصوص والمستغلين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة للقمر خلص استقرر موجود عندكم الآن في بيتكم الأول فعشان هيك اليوم أنتو عندكم قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم بتكثر عندكم المشاريع وبتختلط الواجبات الإيجابية فعشان هيك بدك تكون جدي وموضوعي في تنظيم الأمور حدد أهدافك بشكل جيد وأولوياتك وباستطاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير من الأعمال اليوم وبرضو رح تهتم في نفسك أكثر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر بما أنه موجود بالجوزاء يعني بيت متاعبكم فعشان هيك بناء للتعب منكم فبتك تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا أكثر لغذاءكم وراحدكم طبعا القمر في مكانه في الجوزاء بشير دائما لركود وتأخير في سير الأمور فبتك تحاضروا من التراجع الصحي والمعنوي وتحاول أنك تستريح بعيدة عن الأضواء وحاول أنك ما تختلق الأعذار للهروب من المسؤوليات والمهمات الموكلة لإلك طبعا اليوم وبكرة هو الضغط الكثير عليك وبعدين الأمور بتصير لصالحك عند وصول القمر لإلك برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا الأجواء جيدة القمر في برج حليف لا إلكم فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وهاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية معينة أو مناسبة أو احتفال أو دعوة اجتماعية الأهم أنك تحاول تنجز كل الأعمال المهمة والضرورية قبل بعد بكرة لأنه القمر رح ينتقل للسرطان بصير بيت متاعبك بعطل كثير من المسال فعشان هيك كل الأمور المهمة حاول تنجزها في هذه الأيام برج العذراء طبعا القمر الآن موجود بزاوية تربيع مع برجكم وبيت السمعة فعشان هيك بدكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدموا أفضل ما عندكم ممكن تحققوا اليوم إنجاز أو تحرزوا تقدم إذا اهتميتوا بشكل كبير والتزمتوا بالتعليمات أهم شيء إنك ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة بسبب ما هذه فترة مثمرة ومهمة جدا بالنسبة لك وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا بقيت إنت أو إذا كنت جاهز عشان هيك في ضبط الأعصاب عدم التحور وعدم مخالفة القوانين هو المطلوب برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا القمر صار موجود في البيت التاسع بديت حليف وقوي جدا بالنسبة لألكم فعشان هيك هو جيد للاتصالات البعيدة التواصل مع جانب الاهتمام بأمور أو معاملات سفر أو قضايا قضائية ولكن اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد أعضاء هذه فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ممكن تهتم بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية أو دورة تعليمية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب القمر الآن صار موجود في البيت الثامن اللي هو بيت العموالي المشتركة عشان هيك تقدروا تدخلوا تعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة لا تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك حاول أنك تكون جاهز وتكون ملتزم بأعمالك وحاول برضو أنك ما تكون جارح بالكلام فعشان هيك بدك تفاوض بهدوء ودبلوماسية وتكون حريص على حقوقك ابتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة لتبرير أخطائك أو حتى لتراجع عن قرارات سابقة برج القوس طبعا القمر مقابلكم تماما في البيت السابع فهو بعطي على شقيني شق إيجابي وشق سلبي بوسع كل يوم أنك تعززوا شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة مع الأزواج مصالحات وهاي فترة إيجابية ممكن تطلب تعاون من طرف ثاني ولكنها برضو فترة صعبة وتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأن طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي القمر صار موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة فعشان هيك اليوم بتكون تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وبرضو بتكون تنتبهوا لصحتكم حاضروا من التراجع الصحي وما تسمحوا للواجبات بالتزامن وبالتراكم بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت تجنب إثارة العدوات وحاول إنك ما تهمل وابعك الصحي حاول إنك تأخذ قسط كافي من الراحة وإهدى وكون عند حسن الظن بدون خلافات ما بينك وبين الزملاء والمعاونين في مكان العمل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم القمر في البيت الخامس يعني بيت الحضود والعاطفة فعشان هيك ما بيتخلى الحض عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التناقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح الأجواء أكثر سهولة وممكن يظهر لك اليوم لقاء طارق مع أحد الأخوة أو الأحبة فعشان هيك بيتقدم لهم المساعدة والدعم اللازم وهاي فترة ناجحة ومطمئنة ودعملة لك على كل المستويات برج الحوت طبعا القمر موجود في البيت الرابع وأعني تربيع مع برجك شوي بكون ضاغط ببعض المسئوليات فعشان هيك اليوم بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شي انكم ما تتهربوا من المسئوليات وإن كثرت فبتكوا تنظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير أهم شي انك ما تبخل على عائلتك بالعطف والنصائح وتكون انت برضو حلقة الرب والوصل ما بينهم هاي فترة مناسبة للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو بالقلق حول مسألة شخصية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء